مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم كود زكري للتعليم السياقة ومرحبا بكم في هذه السلسلة رقم جوج من امتحان نظر يوصف السياقة سنف جيم قبل ما نبدأوا اشتركوا معنا في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد و اي قتلاح للقناة او اي ملاحظة خليونا تعليق ديركم نبدأوا على بركتي الله كنجر مقطورة بجوعة الوزد مع الحوب ولادي لها هو 15 طن يمكن لي نصوق هاد المجوعة الى كانت تعدي رخصة سياقة من صينف دال هاء جواب واحد رخصة سياقة من صينف باء هاء جواب جوج رخصة سياقة من صينف جيم هاء جواب ثلاثة جواب صحيفات السؤال ورقم ثلاثة اول شي نعرفه بعد بعض المصطلحات باش ما يتخلطوش عن الأسئلة بالنسبة نشوف الصورة هذا الرأس القدامي شو كي تسمى القاطيره هذا الرأس القدامي كي تسميه القاطيره واللي موراه اللي كي يكون جاره كي تسمى المقطورة هاي هو كينا مقطورة وكينا نسب مقطورة النسب مقطورة هي لها اي لحيدنا ذاك الرأس القاطيره حيدناه خصى ذاك البيكي باش شوق فعليه اما المقطورةها تستليمون المقطورة المقطورة هي اللي ما كتوقفش على البيكي غير تحيي دراس وتبقى يوقف على الرواية الدولة والنسب المقطورة هي اللي بغي تحيي دراس ضروري خصبط ذلك البيكي دي اللي كي هبط باش يبقى كتعوض ذلك القاطرة كتعوض بالنسبة لسميتو اللي باش يكون عندك بجموعة دي العربات يعني قاطرة زائد مقطورة او زائد نسب المقطورة هنا ضروري خصك رخصة السياقة من جيم ها نحاول نشرح ذلك اللولانيين اللولة السلف دال ها هو انك انت كتسوك حافلة وجار معك من مورك مقطورة او نسب مقطورة اللي كتعدى 750 كيلو جرام يعني جار معك واحد نسب مقطورة او نسب مقطورة كتعدى 750 كيلو جرام هناك تحتاج ذاء دال ها وبالنسبة رخصة السياقة من السلف باء ها ها كتكون عندك عربي من السلف باء وكتكون جار معك مقطورة او نسب مقطورة اللي هي كتعدى 750 كيلو جرام يعني كتخصصها كذي برمي باء ها بالنسبة للشخاص اللي كيدوزوا او متيحانوا الخصيقى ديال... او喔 راه بحل 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 انني نفس اسئ kilo ر combines نكش مشكلة راكتحفظهم مجوج سواء بكتיד katuju家 Au Mima ou Controller را كتحفظهم ف stability واحدة را نفس الاسئلة كتحطهم العلو ديال الشاحنة ديالي هو ثلاثة متر فصيلة تسعين باش نسلم الحمولة ديالي على بود واحد كيلومتر يمكن لي ينتابع السير في الطريق اللي قدامي نعم جواب واحد لا جواب جوج الجواب صحيفة السؤال هو رقم واحد نشوفوا العلمة ما شكتعني العلمة كتعني ممنوع على العربات اللي كتعدى في العلو ديالها 300 فصيلة 80 أو 300 فصيلة مانية بحل بحل السافر وجد نزيد حمول الفاصيل فقط انا لم أكن تحسيب ش ممنوع العربات لكتعدى في setup 300 فصيلة 80 أو 300 فصيلة مانية ممنوع تمار فاطريق لكن ما شئ ابتداء من العلامة على بعد 2000 متر A 12' في Labor عدي اتطبق هيدلا لمانعها verse 2000 متر حالية وش كيلومتر احنا حقال للنفس السؤال ق Bilk- ديالي الشاحنة والثلاثة ميترا وثلاثة يعني انا هاد العلامة راكت يعني اني حلاش حيش انا كفيتها يعني انا ممكنش لي ندوس لكن هما في العلامة شو درول تحت قل لك على بعد الفين اه متر هي جوش كيلومتر عايز تطبق هاد المنع انا هاد الحمولة هاده اللي هاز ربا غي نوصل على بعد كيلومتر من عند العلامة دي واحد كيلومتر عني عندي الحق اني ندخل في هاد في هاد طريق هادي حيث المنع غي هيتطبق على بعد جوش كيلومتر في الخلف دي العربة تنقل بضائع اللي كيزيد الوزن ديالها على 3500 كيلو جرام من واجب تكون كتحمل لوحة ديال تسجيل جواب واحد وقت الانطلاق والوصول جواب جوج قرص تحديد السرعة جواب ثلاثة جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد ثلاثة حيث انتترضاه على أي حق حيث المنع غي نقل البضائع لانطلاق العربة تنقل بضائع جميع العربة تنقل بضائع بشجيل لكن بالعربات تنقل بضائع تكون لديها تحديد السرعة تحديد السرعة مثل 80 او 90 او 100 يعني تحديد السرعة التي تكون ضائر بالحمار ويوجد فيها 108 او 90 تحديد السرعة لكن هذا الرقم جوجي في الوقت الانطلاق والوصول هذا لا يكون في الخلف الشحينة هذا يكون في الديسك هذا ما يصبح إن شاء الله واحد سؤال للديسك اللي يكون القرص اللي يكون الداخل اللي يحسب لي بشكل مشي أنا هنتكلم وعلي إن شاء الله مزيلا طول دي العربة دي لي هو 9.30 يمكن ينتبه السر في الطريق اللي قدامي نعم جواب 1 لا جواب جوج جواب صحيفة السؤال هو رقم 1 العلامة كتشير ممنوع العربة نقل البطائي اللي كتتعدى في طول ديالها 10 متر أنا عندي 9.30 يعني هاد العلامة ما كتعنينيش يعني أنا ممكن تبسير في الطريق اللي قدامي نعود السيغة أخرى بسؤال آخر لوح طول الطول ديال العربة ديالي هو 10 متر يمكن يتبسير في طريق اللي قدامي تهنا غا نقول نعم علاش حيث العلامة مش كتقول ممنوع العربة نقل البطائي اللي كتتعدى اللي كتتعدى 10 متر مش اللي عنده 10 متر اللي كتتعدى دائما نحن ممكن نهضر على هذا شي كنقول دائما اللي كتتعدى اللي كتتعدى 10 متر هي اللي من اللي تكمل السير في الطريق اللي قدامك إذا كتتت 10 متر ستبشي كانت عندك قلبنا ستبشي كانت عندك 10 متر هاد العلامة ما كتعنيكش كانت عندك فوق 10 متر كتعني كانت عندك قلم العشرة مترو هاد العلامة كتانيك بصفة عامة الفحص التقني للعربة تنقل البضائي اللي كيزيد الوزن ديالها على 3500 كيلوغرام واجب يتجدد كل عامين جواب واحد كل عام جواب جوج كل خمس شهور جواب ثلاثة الجواب صحيفة السؤال هو رقم جوج يعني الفحص التقني للعربة تنقل البضائي كل عام جواب جواب الفحص التقني غير هيرا ما عندما نفس المسألة من السلف باء من السلف باء تكتوصل للعربة تلك الخمس سنين عاد كنديلها اول فحص التقني لكن العربة تنقل البضائي رقم من اللعام اللي كنديلها فحص التقني وهي اصلا كانت توقع كل عام كتب قدر كل عام كنديل الفحص التقني لوحة الدائرية الحمراء العربة تنقل عمومي من الواجب تشير السرعة المرخصة بها جواب واحد نقطة الوصول جواب جوج الرقم الميلف جواب ثلاثة الرقم الرخصة جواب ربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد ثلاثة ربعة بالنسبة لوحة الدائرية اللي كتكون عند العربات العربات تنقل البضائي ستكون فيهم السرعة المرخصة بها هنا لست الرقم الميلف و الرقم الرخصة حيث نقل العمومي هذا تابع الدولة بالنسبة للعربات الاخرين لا تنمش الرخصة و لا تنمش رقم الميلف يعني ما نعود بالنسبة لوحة ذات بالنسبة لماذا نقولون إما سوف تكون السراعة المرخصة بها ستكون غير السراعة البرخصة رقم واحد هنا سترقم الميلف و الرقم الرخصة حيث يقولون لي العربات النقل العمومة لا تقوم بالنقل الخاص رقم الرخصة لن تخلط لكم مع بعض الأسئلة التي لا يجعب على الرخصة رقم الرخصة مدر الناش حيث هذا نقل العربات نقل بطائه ديال شركات خاصة اما اللي هو بك يقولون نقل عمومي كيكون تابع الدولة هذا كيكون تابع الدولة ضروري كيكون معلقين لها الرقم الميلف ورقم الرخصة يمكن لي نتابع السير في الطريق اللي قبلتي إلا كان لولو ديال العربة ديالي جوج مترو نعم جواب واحد لا جواب جوج إلا كان العرض ديال العربة ديالي جوج مترو نعم جواب ثلاثة لا جواب ربعة جواب صحيفة السؤال هو رقم واحد ثلاثة اول شيء اه العلامة كتشير ممنوع العربة تنقل بطائه اللي كتتعدى في العرض ديالها جوج مترو نعود ممنوع العربة تنقل بطائه اللي كتعدى في العرض اللي كتعدى في العرض ديالها جوج متر بال Louise سيجم م الأول سؤال الثاني هذه الكريمة السؤال أما لو كنت عندك جوج مترو في العرض ممكن تتبع السير دائما نقول لك تعدادك الرقم الذي يكون ولو يكون عندك أنت غي يكمل السير نتديرك في ذلك الطريق العلو الأقصى لعربط نقل بضائي اللي كيزيد وزنه على 3500 كيلوغرام هو جوج مترو فاصلة 50 جواب 1 جوج مترو فاصلة 60 جواب جوج 4 متر جواب 3 الجواب صحي فالسؤال ورقم 3 بالنسبة للعلو والعرض والطور أحاول أن نهضر عليهم فالسؤال كامل لكي إذا استضفتوا بعض الأسئلة فالشي تقدروا جواب عليهم من رأسكم بالنسبة للعلو الأقصى لعربط نقل بضائي كاملين 4 متر ليس غير العربة نقل بضائي جميع العربات اللي كالطور في المغرب العلو الأقصى لها هو 4 متر بالنسبة للعرض لعربة نقل بضائي هو 1 متر فاصلة 50 بالنسبة للعرض الأقصى لعربة نقل بضائي هو 1 متر فاصلة 50 لكن عندنا واحدة سيتنا لعربة نقل بضائي لكي تبريد لا يمكن أن يفوتوا 1 متر فاصلة 50 ويقولون لهم في العرض 1 متر فاصلة 60 هذا هو السيتنا بالنسبة للطول إذا لديك طول لدي العربة من فاردة يعني عندك عربة بحلقة نقوله كامية طول العربة من فاردة طول العربة من فاردة هو 11 متر يعني طول أقصى طول العربة من فاردة هو 11 متر إذا كانت عندك طول العربة مترابطة كيف عربة مترابطة؟ أنتم ستلقل المترابطة يعني عندك العربة من فاردة من فاردة أمثلا بحلقة الصورة يعني قطيرا مجموعة 16 المتر فصيلة خمسة بالنسبة للمجموعة العربات يعني كنقوله القاطرة جره واحد المقطورة وجره واحد نصف مقطورة يعني كنتسمى مجموعة العربات هذا الطول اقصى دياله هو 18 المتر كنتمنى انكم تسجلوا هذا شيء وتحفظوه مجموع الوزن مع الحمولة لهذا المجموعة لازم يتعداش 40 طون جواب واحد 38 طون جواب جوج 26 طون جواب ثلاثة الجواب صحيح في السؤال هو رقم واحد سنعرفو كيف عرفنا هذا الرقم واحد وكنتمنى انكم تسجلوا واحد الورقة بسيلو باش تسجلوا هذا شيء وتعود تراجعوه من المورايا بالنسبة لهذا العربة الذي قدامي ماذا يفعل من المحور؟ المحور ما هو؟ هو الذي يشد من الروايضة بعد أن شدنا الروايضة القدامية وهذا العربة هذا الروايضة القدامية وهذا يسمى محور لنحسبوه مهم المحور هذي لديه خمسة المحور عنده واحد محور ما هي القطيرة وهذا المنمورة المقطورة لكن هذه نسبة مقطورة يعني هنا القاطرة زائد نصف المقطورة القاطرة لديها محاور لديها محاور الأول وهذا المحاور الثاني أما النصف المقطورة لديها ثلاثة للمحاور هنا لدينا في المجموع الوزن الحمولة تغيير حسب المحاور العربية التي لديك إذا لديك محاور 19 لطن ما سيكون لديه محاور والجوج محاور سيحصل على المجموع الوزن سيديها الطاقر نحن محاور والجوج محاور وت informal آل محاورها 16 طن يعني بالنسبة لجوج محاور يتحملها 16 طن بالنسبة للمقطورة أو القاطرة مقطورة أو القاطرة التي فيها ثلاث محاور لا يوجد جوج بالنسبة للمقطورة التي فيها ثلاث محاور أو أكثر يكون فيها 26 طن هذا وجه يعني إذا لاحظتم معي هنا مزيان قدام جوج محاور والنسبة للمقطورة ثلاث محاور هذه الثلاث محاور ممكن أن تهز 26 طن للمقطورة للمقطورة 26 طن والقاطرة التي فيها ثلاث محاور هي 16 طن 19 للمقطورة 26 36 45 لكن في القانوة لدينا الوزن الأقصى وهو 40 طن يعني أعطينا 45 أعطينا 40 أعطينا 40 هذا هو اللي عندك ندوزل واحد العربة أخرى يعني بجموعة العربات نترابطة يعني قاطرة زائد نسبة مقطورة تصوروا معيكو كشكلة القاطرة هي فيها جمحاور القاطرة جمحاور يعني 19 طن و يعني المجموعة كامل يعني المجموعة كامل تصوروا برقم جوج 38 يعني إذا عندك قاطرة فيها جمحاور يعني 17 طن و يمورها نسبة مقطورة يجمحاور ليس ثلاثة 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 يجمحاور يعني هذه الحالة الثانية نشوف الحالة الثالثة نشوف الحالة الثالثة تصوروا معيكو نسبة مقطورة يلا فيها محاور واحد حتي نسبة مقطورة محاور واحد أشغل يكون عندك هيكون عندك مجموعة كامل ثلاثة محاور هات ثلاثة محاور مجموعة العربة كامل راستة 20 طن ما تقدرش فيها 26 طن ثلاثة ثلاثة يعني 26 طن وكاتبنا انكم تكونوا فهمتوا هاد الشرح هذا وان شاء الله نعودوه في سلسلة الأخرى عبتي قبل المغادرة من الواجب مراقبة عدم تجاوز العلو هاد الحمولة 4 متر نعم جواب 1 لا جواب جوج تغليف الحمولة بغطاء واقي نعم جواب 3 لا جواب 4 جواب صحيفة السؤال هو رقم 1 3 هذا سؤال بسيط جدا إن قبل المغادرة يجب أن تترقب بعدم تجاوز العلو حيثنا هدرنا العلو الأقصى من جميع العربات يجب أن يفوتون 4 متر يعني أنت تكون كتشارجي الحمولة لك خاصة ترد لبن أنك مل الأرض يعني العلو أركي تحسب مل الأرض لتل حدثت لك السلعة أذكر 4 متر يجب أن تكون عندك وتغليف الحمولة بغطاء واقي يجب أن تكون مخالفة لم تكن غطاء واقي فوق العلو الأرض عربة نقل البضائع المنفردة بكل أجزاءها والذي يزيد على 3500 كيلوغرام يمكن أن يصل الطول الأقصى لـ 10 متر جواب 1 11 متر جواب جوج 12 متر جواب 3 جواب صحيفة السؤال هو رقم جوج هي كيف شرحت في واحد السؤال اللي قبل أنها الطول الأقصى هذه عربة من فردة هذه عربة من فردة 21 متر كنسوق عربة نقل البضائع المجموعة لوزن مع الحمولة ديالها هو 12 طون المحور الأكثر حمولة كيوزن 3 طون يمكن لي أن تابع السير في هذا الطريق نعم جواب واحد لا جواب جوج الجواب صحيفة السؤال هو ورقم واحد بالنسبة للعلامة ما تقول ممنوع العربة تنقل البضائع للمحور المحور أكثر حمولة ديالها لا يكون كيف يفوت جوجدون الوزن ديال هذا المحور لا يكون كيف يفوت لا يوجد في هذا الطريق لكن على فتاة كميرية على بعد 500 متر على بعد 500 متر يطبق هذا الملع انت وخفيت المحور أكثر حمولة يوزن من 3 طون لا يمكن أن تتبع السر في هذا الطريق لا يمكن أن تكمل لماذا؟ لأن المحور يبدأ على بعد 500 متر لو أعطوك نفس سؤال أعطوك كيف يمكن أن تتبع 400 متر 300 أو 450 أو 500 متر مزيد لكن يبدأ من 500 متر سيطبق هذا الملع هذا